أمامنا في هذه اللحظات الأسير المحرر بدر دحلان كان اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من شهر منذ ثلاثة أشهر تم إطلاق صراحه كان يعاني أوضاعا نفسية صعبة وهو الآن في داخل خيمته ما زال يعاني تلك الظروف الصعبة بفكر فيه لليوم صعب حيات ما أخوه بكر بقوله صلي بطل صلي قلت صلياته في الدين يعني بقى هو بكر كويس هو شد يعني فيه وكويس بسمان رابنا فكروا انه هو كبر وصاروش مين بكر أخوك؟ اه بقوش عنه بقول سلام كل يوم بقول سلام لأنا داعيه انه هو أجه شهيد يعني مرة الفاتت منه أجه استشهد وقالوا انه هم استشهد يعني قالوا انه استشهدوا أخوك استشهدوا ومات ومجاش انه عهيئة بن آدم كويس كويس طبيعي زي الناس فالناس صارت تفكر انه أنا قاتل صارت تفكر انه قاتل وصارت تفكر يعني في قادة ما غيرتش رأيها النتيجة الكويسة لأهي الصورة كويسة يعني وقالت انه انا ايش اعمل فخوق واشهات صاح كلامه بس برضه انا من استشهد بكر قالوا انه انا خلته الشهيد قلت له انه انا ايش عملت انه انا خلته ايش يصلي عشان ما يقول ليش صلي انا بصلي لحاله يشدش فيه يقول لي صلي يا بدر صلي يا بدر ايبا انه صحي انه يقول لي صلي بصلي قلوم بصلي عشان ربنا وعشانه ويشد فيه بقول له ليش بكر هيك عمله ما هو بكر بدر ببكة اه 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 بدر بدر انت انت وعن كنت زيه كانسان زيه بس هو بعانه ما بقول له من عانه يجي علي يعانه من فعل هو بن فعل يجي يعانه علي محدش محدش لازم يعانه انت ب لازم عشان يفرح في المصائل يفرح اخوه ما عدا يقولش في حاجة وابوكا كويس زي سمام بدر بده ياك تتذكر ما صلوش حاجة هو كويس بكر بيصلي وبصوم بس هو من كان كويس يعني كان فيني يعني الدنيا واغذا تغيرت الحياة في الاخر للأحسن ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا الك بدر طبعا نستحضر هذه الصورة وذلك الوجه لبدر دحلان الذي تم اطلاق صراحي قبل ثلاثة اشهر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وهو يعاني ظروفا نفسية صعبة اضطرابات نفسية يعاني منها بعد اطلاق صراحه وما تعرض له بدر هذه العيون التي شاهدها الجميع يوم وان تم اطلاق صراحه بهذا الشكل بدر ما زال بحاجة من يقفون الى جانبه ظروفه النفسية تزداد الصعوبة رغم الاهتمام الكبير اعلاميا بوضعه لكنه ما زال يعيش في هذه الخيمة بهذا الشكل وبتلك الظروف المعيشية الصعبة والده هو من يعيله ويعيل زوجته وابنته تم الفصل ما بين بدر وزوجته وابنته لمكانا اخر نظرا لعدم قدراته على اعالتهما والده الان يتحدث معنا يعطيك العافية حاولنا نسمع لبدر لكن اعتقد انه الكلام اشبه بالهلوسات بدر والله لقيتها قبل ما يخضو قبل منح بس كان وضعك احسن منك اليوم وضعه صار سيء خالص حتى الكل دواء بالروح على الحكومة على المستشفى ناصر على الوكالي على الوزن دواء ما فيش له دواء خالص يعني لقيت لنعطي علاج كتبوله علاج ما فيش علاج يعني من بره فيه دكتور من عمان قال لنا بنوفر له دواء منوفرنا وفر له يعني مرة ايه وبعدها ما يش سنان يعني يعني اه فيش يعني اول شهر اول شهرين الكل كان مهتم يوفر له الان ما فيش حدا يش غاب الاهتمام غاب الاهتمام خالص حدش يوفر له اشي يعني يوم ما انه ظهر بدر بهذا الوجه بالعيون الظهرت بهذا كل كان مهتم فيه الان قل الهتمام اليوم حق الشريط الدواء منميش شكل فالسيدلية مش ملاقينو يعني كمان اه فيه دواء حقه تمانين تسعين شكل وفيه دواء تاني حقه سبعين شكل يعني هذا بده دواء يعني قول ميد دول يعني في الشهر يعني ثلاثة مليون هذا من قبل احنا كنا نصرف بيها اليوم مش متوفر في كل العيادات خالص يعني مش مفرين حتى احنا بناشد الزلم يعني محترم يعني هو زلم لكتور جاب له مرة وعرفش لقيت هاي ابني يعني وصيت انه ناجد يبعث لكم مرة يعني هو برضو بده اهتمام خليني احكي انه عدم موجود هو يحتاج الى ادوية كمهدئات نفسية اه طبعا هلقيت هاي طبعا هلقيت هاي في حالة اي احنا بيحكي في كين الدائر يعني بيحكي مش طبيعي انت شو رأيك في الكلام اللي بيحكي بيستحضر قصص مش موجودة طبعا هو كل لقيت من حد ما هو طلع قبل كان اصلح ولا من هيك قبل اعتقال اه كان اصلح كان يعني وضوه احسن وبعدين لقيت مع الاعتقال وبعدين مع قلة الادوية مع قلة العلاج يعني يعني بده علاج يعني احنا طلبنا انه كمان لو حدا طلعوا برا يعني بدر الساعة يعني شاب يعني وبعدين كان كويس يعني بياخذ كان من لوائل في التاني تروي وتري التنوي يعني مش متفوق متفوق في المدرسة يعني اشهاداته كان متوفق فوق زالت حالة الاضطراب النفسي في السجن لشو تعرض هو حسب ما بتعرف داخل السجن تعذب الله هو هذا الكلام ولا فاهمين منه حاجة هو بس اجي لما احنا شفنا يعني كان مو بالكلبشات ولا هاد اللي فدي لما جو ما حكاش اي حاجة صار مع لكن بيحكي بقول في ادخنة وغازات وفلفل احمر في وجه وكذا او بقول الكابتن والكابتن والفلفل هو بيحكي عن الغاز يمكن اي اي سجين يضرب عليها زيك يعني هو بفكره فلفل انت كوالده حالته بتزداد سوق حالته بزيد كل يوم عن يوم سوق وإحنا بنرضه احنا طلبة هناك من كتير انه يعني انه واحد يتبنى انه بنشف انه احنا اي حاجة بس يعني يتبنى انه عالجه بس وبحاجة لشو بالظبط يعني غير العلاج انا شاف انه كمان بحاجة لمكان لامور معيشية حتى المكان اللي هو حوالين بهدل قبل شوى كان مرتب المكان الان بهدل برضو يعني طب اش بدنا نسوي ما هو بلا مواخذ يعني اللي زي وما هو انت عارف هو مرت وابنت وانا بلا مواخذ بخد هن بكف النوش اليوم كل شي كالي انت بتطلع السوق اليوم بدأ كل يش مئين ومئتين شيكل اليوم الفلوس انه اللي انا بخد دو بن كف نبضر لحاله يعني الحياة موصائبة على الكل يعني مش النوية كمان بتصرف عليه ملوش مصدر ملوش موفيش بصرف عليه وعلى بنت وعلي ويعني هات على التلاتة اليوم انتو مضطرين تفصلوا ما بينه بين بنته وزوجته بهذا الشكل هو اهل قلته هو بنته في الخيمة وولادي في الخيمة تانية بس انا ايش بقعد عندهم يعني يعني انا بتابع يعني انا اللي بقا قايم فيه قايم فيه في مرته وفي بنته لكن فيه خطر من هذه الاضطرابات النفسية مثلا ولا عادي والله هو لما بعصب فيه ببقى يعني نحاول يعني عرفنا له يعني خلاص لما بعصب خلاص بنسيبه اه خلاص بنسيبه خمس دقايق خلاص الامور بتهدى يعني الحمد لله شكرا لك ان شاء الله ربنا يعدل الحال هذا شريط دوال اله اه هدنا شايفه على الارض هنا موجود اه ايش بعملوا هذا البي هدى ياد فلينا بس نشوفه هنا هدى مفيش خالص منه هذا الدواء مش ملاقيينه فهدى جبناه اخر مرة هيدا الحب بس منه وهدى الحب اولا كمان يعني بعطيها وقت اش هدى لازم ياخد حبتين كل يوم هدى هدى اول امبار عطينا حب وهي حب مفروض حبتين انت بتقسم حب حب اه بقسم كل يوم نحب بعطيه لانه ما فيش مش موفر له واللي بقول لك احنا ما نوفر له دواء واللي قال لنا احنا بدنا نجيبله واللي قال لك يعني كتير يعني استعدوا نجيبله ولا حد تجيبله حاجة بالنسبة للادو العلاج احنا منحكيش مساعدة في الاول يعني فيس عدو يعني ناس بحكي لك يعني لكن غير كافي نحن نتحدث عن الصدى الاعلامي الذي صاحب قصة بدر في بداية اطلاق صراحه وربما ايضا خفوت هذا الصدى مع استمرار الايام بدر ما زال بحاجة من يقفون الى جنبه بدر ايضا بحاجة الى كثير من المتطلبات التي يمكن ان تسنده او تخفف من وطأت هذا الالم المستمر وهذا الضغط النفسي الذي يعيشه هذه الحالة من الاضطراب المستمر على حالته الصحية وهي ربما حالة فيها الكثير من التفاصيل المؤلمة داخليا لهذا الشاب الذي اعتقله جيش الاحتلال وعرضه لكثير من الضغوط النفسية والتعذيب كما هو الحال وتتدهور حالته النفسية بهذا الشكل على سلام لقناة الجزيرة مباشر من مواصي خانيونس جنوب القطاع ترجمة نانسي قنقر